لما نيجي نقول الدولة بتلعب دول كبير في أنها تحافظ على شكل التراث مصفة عامة نبتزي كده نقول التراث الوطني إزاي بيتحافظ عليه والمصطلح نفسه لما نيجي نقربه كده ونقوله بلغة عامية قريبة لنا كلنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدءا التراث الوطني ده بيوضح هوية الشعب أو هوية الدولة ثقافة الدولة حضارة الدولة وهي موروثات وبالتالي التراث الوطني ده من الأشياء الهامة جدا وابت لي الدولة عناية كبيرة وشفنا اجتماع سيادة الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع طيب التراث الوطني والحرف اليدوية في مصر تمثل ايه؟ تمثل صناعة هامة جدا صناعة بتلقى قبول في الأسواق المحلية وفي الأسواق العالمية لو حضرتك شفنا السياح وهم بيتجولوا في الأماكن السياحية وفي المزارات وفي البزارات هنلاقيهم بيبقوا معجبين جدا بالصناعات اليدوية والمشغولات والحرف الجميلة اللي فيها مهارة وفيها فن راقي أيضا بالإضافة لأن عندنا مناطق كثيرة جغرافيا على مستوى جمهورية مصر العربية بتتميز بمزايا نسبية في صناعات يدوية معينة وتراثية معينة يعني على سبيل المثال الحصر في مدينة أو قرية كرداسة بتتميز بصناعات ومشغولات يدوية كبيرة جدا حضرتك أنا من كتر الصناعات اليدوية والمشغولات اللي عندنا الحرانية مثلا على سبيل المثال الحصر أيضا بنلاقي أن المناطق دي ومناطق كثيرة في جمهورية مصر العربية بتميز فيها أهلها بصناعات حرفية وتراثية راقية جدا وحضرتك الصناعات والمشغولات اليدوية دي لأن فيها جزء من الفنون وجزء من الموهبة وجزء أيضا من التدريب وتطوير المهارات هنلاقي أنها بتاخد جوائز عالمية لما بتشارك في معارض عالمية بتلقى إقبال واستحسان كبير جدا طب اقتصاديا بقى بما أننا أستاذ اقتصاد دي تفيد بإيه الدولة تفيد الدولة بعدة مزايا أولا الصناعات اليدوية الصناعات الصغيرة والصناعات متنهية الصغر دي أحد الدعائم الاقتصادية لنمو وتقدم دول كثيرة جدا وشفنا على سبيل مثال الحصر دول يمكن نذكر مثال واحد مثلا الصين في التركيز على هذه النوعية من الصناعات وقد إيه حقق التشغيل يبقى توظيف لعمالة يبقى المساعدة في علاج جزء من مشكلة البطالة نمرة اثنين في بعض القرى وبعض النجوع ممكن يكون فيها من يحملون مؤهلات متوسطة أو مدون المتوسطة ولكن لديهم مهارات أو حتى مش متعلمين بس عندهم قدرات ومهارات وبالتالي استغلال هذه المهارات بيعود بالنفع على الفرد مستوى معيشته أسرته وأيضا على الدولة دكتور عنا عايزة قطع حضرتك زمان في المحافظات الحدودية يمكن قبل ما يبقى فيه اتجاه أن كل المحافظات يبقى لها نصيب من التنمية ويبقى لها نصيب من الدعم من قبل القيادة السياسية قبل كده كانت نلاقي المحافظات الحدودية منغلقة على نفسها الخدمات فيها قليلة التعليم فيها قليل وكان بتعتمد في الصناعات على الحاجات الهاند ميد أو الحاجات اليدوية سواء بقى عصر زتون سواء شغل إبرة للشيلان السيدات جارة العادة السيدات العجائز اللي بيعلموها البناتها ومبناتهم بيعلموها للإحفاد وبيتورسوها الشغل على النول السجاجيد اليدوي الكليم كل دي حاجات احنا بنمتاز بيها وموجودة وفي ثقافتنا والناس اللي ما تبقاش عارف حاجات كتيرة عن البلد لما بتشوفها بتبقى عارفة ان دي بتاعتنا ازاي بقى نقدر نستخدم ده ان احنا ندخل كل ده جوه الاقتصاد بحيث انه هو يعمل مردود على الأسر التي لم تنل حظ من التدريب إلى ان يتم تدريبهم وانهم يدخلوا وفي نفس الوقت نفضل محافظين على جودة الحاجة على شاء ما تبقاش موجودة بالمنتج يبقى الشكل النهائي او الفنش النهائي شكل محترم يليق باسم الناس ويليق بالمجهود اللي تعمل فيه بالضبط حيث اثرت نقطة مهمة جدا وهو اهتمام الدولة بمحافظات في عهود سابقة كانت مهمشة وبالتالي هذه المحافظات غنية بمواردها الذاتية الطبيعية لان برضو هذه الصناعات بتعتمد في جزء كبير منها على الموارد الطبيعية والمنتجات الطبيعية وبالتالي الاهتمام من القيادة السياسية بكل محافظات الجمهورية على حد سواء ده بيخلي ان يبقى فيه استغلال لكل ما هو يوجد فيه ميزة نسبية لدى اهالي هذه المناطق وهذه المحافظات وكمان تطوير مهرتهم من خلال ورش من خلال التدريب المهني او الفني ايضا الاهتمام بجزئية تتعلق بالتعليم الفني لان التعليم الفني بيسقل الموهبة بمعنى ان الدراسة تسقل الموهبة وبالتالي الاهتمام بكل المحافظات ده بيخلي يبقى فيه كمان زيادة لموارد الدولة ازاي لان هذه المنتجات اما في السوق المحلي تباع او تصدر حينما تصدر تعود بمردود ايجابة على الاقتصاد من خلال العملة الصعبة اللي بيتم الحصول عليها من هذه الصدرات برضو اهتمام الدولة مش بس بدعم هذه الصناعات والمواطنين اللي بيشتغلوا فيها والمناطق ايضا ولكن ايضا من خلال توفير التدريب وايضا من خلال توفير المعارض لان هي منظومة متكملة بمعنى ان تسويق المنتجات اللي بيتصنع من هؤلاء الحرفيين الماهرين لابد ان يكون ليس فقط محليا وانما عالميا من خلال معارض دولية من خلال مواقع الكترونية بتتعرض فيها هذه البضائر وهذه المنتجات ايضا من خلال مكاتب التمثيل التجاري لمصر في مختلف دول العالم لان زي ما قلت لحضرتك والسادة المشاهدين المنتجات دي محبوبة جدا لدى الاجانب بس هيدخل هنا بقى عندنا معايير جودة هيدخل عندنا هنا معايير جودة بدون شك لان علشان انافس لابد ان يتوافر عنصرين العنصر الاول هو عنصر الجودة والجودة لذلك الرقابة على جودة هذه الصناعات بيخلي لها ميزة تنفسية اكتر في الاسواء الخارجية بالاضافة الى عنصر السعر عنصر السعر لو شفنا السعر هل ايه سعر تنفسي جدا بالنسبة مقارنة باسعار منتجات يمكن تكون اقل في النحية الفنية والجودة من هذه المنتجات المصرية وبالتالي تركيز الدولة المصرية على هذه المنتجات وهذه الصناعات في غاية الاهمية لان زي ما قلنا ان الصناعات الصغيرة والصناعات ايضا متنهية الصغر تعتبر احد الدعائم الاساسية لنمو وتقدم الدول طيب دكتور ايه ازاي يحصل فكرة المزج ما بين القديم والجديد ان احنا نحافظ على الاصالة وعلى التراث وعلى الشكل اللي احنا متعودين عليه او جارة العادة عليه اللي لما بنشوفه بيتيجي على طول في مخنا ان هو ده الشكل المصري لأي منتج بقى ايا كان وبما يتناسب بقى مع الروح الجديدة والروح العصرية اكتر يعني لما نيجي مثلا نقول سجاد والسجاد اليدوي ايا كان بقى عدد العقد اللي حيشتغلوها الناس اللي شغالينه زمان جارات العادة ان فيه الوان معينة الوان السجاد بتكون احمر وانبيتي ودرجات كده لم تعد تتناسب مع الوان العفش اللي موجودة في بيوتنا دلوقتي هنا بقى نبقى خرجنا عن الشكل الاصيل ولا عملنا نوع من انواع التحديث انها تتناسب وان الحاجة تبقى لسه محافظين على الشكل القديم بس نقدر نحطها في بيوتنا ونبقى فخورين بامتلاك حاجة شكلها حلو وقيم زي لو حدثناها بألوان تتناسب لا شك ان مسيرة العصر من خلال الابتكار والتطوير مع الاحتفاظ بالهوية يعني بمعنى ايه؟ انا بطور وبشوف الازواء لان ازواء المستهلكين برضو حتى في الالوان بتختلف من اوقات الى اوقات وبالتالي الابتكار والتطوير وايضا احتضان المواهب وتنمية قدرتهم ومسيرة العصر في التقدم فيما يتعلق بأذواق المستهلكين ليه؟ علشان اجد سوق او مستهلك للبضاعة اللي انا ناوي ان انا اسطرها ولكن مع الاحتفاظ بالطابع المصري وايضا الهوية المصرية لانه الجميل في الموضوع ان فيها ثقافة فيها حضارة لان الصناعات اليدوية والتراد ده من ايام عصر الفرعنة وبالتالي هو بيدي سمة لثقافة المجتمع حضارات المجتمع تاريخ المجتمع ثقافة الشعوب وبالتالي انا مع حضرتك في انه طبعا لا شك انه في احتفاظ بيئة الهوية مع التطوير والابتكار حتى في الاذواق في التصميمات مش بس في الالوان ده بيخلي يبقى فيه تنفسية اكتر لهذه المنتجات في الاسواق العالمية وسمحيني تعدد بعض بس هذه الصناعات عشان نشوف مع السادة المشاهدين ادي ايه عندنا تميز في صناعات كتيرة صناعة النسيج صناعة الكروشيز صناعة التطريز صناعة الجلباب والسديري المقاطف صناعة ايضا ما يتعلق به الصدف والمشغولات النحاسية الترق عليها والشغل عليها الحاجات الفرعونية سواء التمثيل الفرعونية او حتى المشغولات الحروف والكتابات الفرعونية بتلقى قبول جدا جدا ايضا ما يتعلق زي ما قلنا به السجاد اليدوي وصناعة الحرير المشغولات النسائية الجلباب والحاجات دي كلها بيبقى ليها سوء مش بس بيقبل عليه المصريين والعرب ولكن ايضا الاوروبيين والاجانب بيحبوه جدا وبيتباهوا ان ده صناعة مصرية عندنا ميزة مش بس في القطن المصري عندنا خمات كثيرة بيتم فيها استخدام الخمات المحلية وذي يعتبر استفادة من الموارد الذاتية الزي المصري القديم ما فيش مصطلح نقدر نقول عليه كده لان كل محافظة بيتمتاز بزي معين تقليدي لها بيتنسب مع ظروفها المكانية وظروف الجو كمان لو جينا عددنا مش هنقول عندنا كام زي وفي كام محافظة لكن لو جينا عددنا تطور اشكال الازياء نقدر نقول ان ده برضو نقدر نحطه تحت مضلة التراث والحفاظ على التراث التصنيع الموت طبعا بدون شك زي ما حاجت فضلتي وقلتي ان كل محافظة لها سمى وطبع معين حتى في اللغة في اللكنة نفسها طبعا وبالتالي في الازياء لا النوبة مثلا بتتميز بالزي معين الناس بتحب تشوفه من كتر ما الوانه جميلة ومن كتر ما تصميمه رائع وبالتالي هذه الاختلافات في زي ما بنقوله كده الازياء وايضا المنتجات اللي بتتميز بها كل محافظة أو سمات كل محافظة والمزايا النسبية اللي عندها بتخلي فيه تنوع في المنتجات المصرية اللي ممكن تكون متعلقة بالصناعات اليدوية أو الصناعات إذا جازت التسمية التراثية اللي بتتوثق التاريخ وبتخلي الناس تبقى دايما فخورة كمصريين بتاريخنا وبحضرتنا وبالتالي بنلاقي لها أسواق أكثر انتشارا مع الاحتفاظ بنقطة مهمة جدا حضرتك أشارت لها ألا وهي عنصر الجودة وعنصر أيضا السعر التنافسي السعر التنافسي دي برضو عايزين نتكلم فيها يا دكتور إزاي إحنا بنبقى حاسين دايما أن المنتج اليدوي قد يكون أغلى من المنتج اللي موجود في مصنع بينتج بكميات أكبر لكن برضو الواحد بيبقى حاسس بالتميز أنه هو بيمتلك قطعة غير ما لا يمتلكها أو بيبقى حاسس أنه هو الميزة الموجودة في المنتج اليدوي أنه حتى لو حصل خطأ في غرزة أو لو حتى حصل خطأ في حاجة هذا الخطأ بيميز القطعة عن غيرها إزاي نروج لهذه الفكرة وإزاي نأكد أن المنتج اليدوي قد إيه بيبقى فارق وقد إيه بيبقى متميز عن باقي المنتجات لا شك أنه طبعا الصناعات اليدوية بتبقى نسبيا تكلفتها أغلى من الصناعات اللي هي بتبقى فيها التكنولوجيا عالية لأنه في حاجة أسمعها الماس بروتكشن أو حجم الإنتاج الضغط كل ما زاد حجم الإنتاج كل ما قال التكلفة الوحدة الوحدة من المنتج النهائي اللي هي تكاليف سبتة وتكاليف متغيرة وبالتالي لما نجي نبص للهند ميد بقى زي ما بيقوله كده ده هند ميد ده بيبقى في الواحد براود فخور وهو بيقول دي صناعة يدوية لو أنا عندي سجادة في البيت مثلا ودي صناعة يدوية بقول السجادة دي صناعة يدوية دي أنا أنا جايبها من الحرانية أو أنا جايبها من كرداسة أو الكليم ده أنا جايبه صناعة يدوية وبالتالي فعلا التنفسية مع الأخذ في الاعتبار عنصر التكلفة يعني تنفسية المنتج في الأسواق العالمية بيرعى فيها نداء هند ميد وبالتالي معروف أن تكلفته هتبقى أعلى بس مقارنة بتكاليف المنتجات البديلة أو الشبيهة بيكون تكلفته تنفسية أو سعره تنفسي أكيد يا دكتور إحنا سعيدنا بوجود حضرتك نورتنا وشرفتنا ووضحت لنا نقاط كتير كانت غايبة عننا في أهمية المحافظة على التراث الوطني إزاي وإزاي نقدر ناخد بالنا من حاجات كانت بتبقى غايبة عننا في النقاط دي نورتنا يا دكتور شكرا لوجود حضرتك معنا الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة التقافة والعلوم شكرا جزيلا